تم تأجيل الرحلة الأخيرة للطائرة Solar Impulse 2 من القاهرة إلى أبوظبي بسبب الحالة الصحية للطيار بيرتيران بيكار الذي تولى قيادة الطائرة العاملة بالطاقة الشمسية خلال أول رحلة لها عبر الأطلسي وكان من المفترض أن ينطلق الطيار السويسري البالغ من العمر 58 عاما من القاهرة مساء السبت في المرحلة السابعة عشرة والأخيرة من جولة Solar Impulse 2 التي يعود فيها إلى أبوظبي من حيث انطلقت الطائرة في جولتها حول العالم في التاسع من آذار مارس من العام 2015 ولم يقدم الطاقم المشرف على Solar Impulse راهنا أي موعد جديد للرحلة اتخذنا القرار بعدم الانطلاق لم يكن قرارا سهلا ولكنه كان حكيما ولأسباب تتعلق بالسلامة فضلنا البقاء وكانت الطائرة العاملة بالطاقة الشمسية حصرا قد انطلقت الاثنين من إشبيليا في جنوب إسبانيا وهبطت الأربعاء في القاهرة إثر رحلة استغرقت 48 ساعة وخمسين دقيقة قطعت فيها 3745 كم ولكن عندما تحطرَن ن شكرا